دي في مكون واحد بس على الطمر موجود في كل بيت وانسي ألام والتهاب المفاصل وخاصة ألام الرقب اللي كلنا أو معظمنا بيشتيكي منه وطبعا في ناس كتيرة جدا مش بتقدر تسعد السلم أو مش بتقدر تتحرك أو مش بتقدر تمشي بسبب ألام الرقب بفضل الله تعالى الوصفتين دول أكوى من بعد تقدر تستخدمي وصفة واحدة فيهم وتقدر تستخدميهم اللي اتنين فعالين جدا بفضل الله وهقولك على حاجة مهمة جدا تقضيها عن طريق الفم في آخر الفيديو برضو هتخلصك من التهاب وخشونة المفاصل أول حاجة ركزي جدا معايا في الفيديو ده وطبعا ما تنسيش اللايك والشير في الخير خلي غيرك استفاد زي ما حضرتك هتستفادي ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله مش عايزة مني غير لايك للفيديو وشكرا ليكم معلقة من زيت الكفور معلقة من زيت الزيتون بخلطهم كويس جدا مع بعضهم بالشكل ده وتعال يا ست الكل عند اي مفصل تعبك سوى في الركب في الكوع اي مفصل عندك تعبك تقداري تاخذي الوصفة دي كده واتدليك حوالين المفصل لمدة لتقل عن خمس دقائق لحد ما تحسي بسخونة في المفصل بعد كده اي قماشة عندك صوف عندك اي حاجة صوف واللي فيها كده على المفصل ان شاء الله تكون ايد تشيرت او فلين نصوف كده ولبسيها مكان المفصل اللي تعبك واسيبيها من بالليل حتى الصباح وكرريها لحد ما يغتفي القلم تماما دي الوصفة الاولى ونتاجها حلوة جدا وانا مجرباها مع جدتي تمام كده تمام تعالوا بقى بينا على الوصفة التانية ودي حلوة جدا برضو نتاجها ممتازة وبرضو مجربة وزي الفل اول حاجة بحتاج من 3 ل 7 طمرات تقدري لو كبير تستخدمي 3 لو صغير تقدري تستخدمي 7 طمرات بعد كده بنقحم في نص كوب من المياه من بالليل حتى الصباح بيبقوا تيريو معايا جدا وتقدري تستخدمي الطمر اللي هو العجوة اللي هو بيجي طاري من الاساس تمام بعد كده بنضيفهم عندنا في الخلاط وبضيف عليهم ايه بقى بضيف عليهم معلقة من الجنزبيل البودر او ممكن لو في رش تضيفي معلقتين اللي موجود عندك تقدري تستخدمي عادي مفيش مشكلة وكمان معلقة من التوم المهروس وخمس معالق من زيت الزيتون بنخلطهم كويس جدا مع بعض وبعد كده بندلب بيهم برضو المفصل وبنلف عليه حاجة تكون صف تقدري تستخدمي وصفة واحدة بس وتقدري تستخدمي الوصفتين فعالين جدا بفضل الله تعالى حبيبي ما تنسوش متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو